السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب زي ما لكم عبد السلام مراجعة الميل انفرتليتي الشابتر ده تمام زي ما لنا دعو لهم وفتكروهم الغز برضو دايما نفتكروها ودعو لهم ودعو ربنا يسعب بيتهم ويحفظهم قلنا ان ايه نشعرفين مفيش انجاب خلال سنة كاملة انبرتكت الكورس السكندري ده كان في انجاب اساسا بس ايه ما حصلش ايه بعد حصل مسلا دي او حاجة ما عملش ايه ما خلى مفيش انجاب دي الحتة دي مش شايفها مهمة قوي تعرف دي يعني ايه دي بيحصر فيها دي شوية معنى عن طريق ان plannersyl هي الخلايا اللي بتكون ستة واربعين اه بتنقسم بتبقى ثلاثة واربعين اه بتبقى السبرماتيزوه وعمترها بيتم التلقيح طب هي بتحصل انت في而ب رادي تمام وهي اللي هي تلاتة ماجر اللي هي ايه السبرماتيجونياجنياس بنكونجونا سبرماتيجونيا بعد كده السبرماتيجونيا بتبقى السبرماتيجوسيت بعد كده السبرماتيجيت تمام طيب الارقام دي هنو شايفه مهمة قوي يعني انتوا ه ستبقوا اكيد انت عارفينها اه الحتة دي كانت فاهم وهي كبيرة قلتلكوا تركزوا فيها على دور ال ال اتش تعرفوا وظيفة كل هرمون بيعمل ايه تمام ال 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 اتش وظيفته ان هو ايه عنده انشيشن ومانتيننس بتاع السبرماتجينيسيس طيب الستيميليشن بتاع السيرتولي سيل بيحصل بمين بيحصل بال اف اس اتش هيا يا شباب قولنا سيرتولي مع اس 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 معيز. تمام? وقلنا انا اعرف برضو ان اندرو جين بايندين بروتين ده ايه? ده بيستيميليات اه ال البردوكشن اه بتاع ايه? بتاع اه بتاع التستستيرون وكده مع بنخلل السيرتولي سيل تمام? وهو بيعمل اساسا ال بلاتستسباريه تمام شباب? اه علشان يخلي نسبة من عشرة عشرين في المية اكتر التستيرون اكتر في التست تمام طيب النقطة اللي بعد كده يعني مجرد ان هي بتبدأ التستيرون مفروض ان هو ايه يفضلوا محافظين على نسبته عالي تمام طيب هنزود ده عن طريق ايه عن طريق ان اه هنزود وده من خلاله هيزود الاسبرماتوز هو وهيمنع ايه هيمنع الاوتوز بتاعي طيب ايه لو توزز قلنا ان الخلية زي ما تكون كده بتتاكل تمام الجنود دول دول بيصبرتوا بتاعت عن طريق ان هم ايه بيصبرز بيمنعوا او بيكباحوا البرو تمام قلنا دي مهمة جدا اعادها تاني سريعا قلنا ان يعني بتاعته اقل من واحد ونص هيبو اقل هيبر اكتر من خمسة يعني اللي ننبر اهلي من خمسة شر مليون اقول بولي ما زي بيرمي بولي زيو سبرمي بولي زيو سبر المي دي دي معنى ان لننبر زيادة عن متين وخمسين مليون تمام الاثينز برمي قولنا اسينو يعني ضعيف الاسبرمية موتيولتي مش بيمشي النكرو يعني ميت نكرو زي بيرمي يعني يعني مفيش يعني مفيش يعني مفيش يعني مفيش في تمام تيراتو بقى تيراتو دي يعني في مشكلة تمام تعرفوا ان تيراتو يعني في ايه لأكتر من ستة وتسعين في المئة وقولنا بقى ان اسباب دي دي سهلة مش ما ظنش ان انتم محتاجين يعني رجعها كلها ده الشي يعني عارفنا قولنا نركز اوي 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 على بتاعة ودي هنعيدها تاني دي بلبل بلوز وزالفاز مانوفر وعرفنا يعني ايه ويهي ايه ان احنا مقفولين جيدات سري وزود ولا بيشان انا شايف من غير اي حاجة الى هدابلة خاصية دي مش بنشوفها الا عن طريق ايه عرفنا برضو ان المنجمينت بتاعنا اهم حاجة انك تاخد هستوري تاخد هستوري ليه عشان مسئل لو هو صغير كان عنده او مسلا جاله منبس او مسلا فيه او هكذا قلنا ان انت بتفحص كل حاجة بتفحص بقى من اول يعني من الهير تو ايه تو تو بتفحص لو فيه مسلا هير في اماكن مسلا ايه تعرف دي بتاع ايه تعرف دي بتاع ايه تعرف دي بتاع ايه تعرف مسلا ان هنده مشكلة في الكبد اه لو مسلا في مشكلة لو في اي مشاكل لو عملت او اه ولقيت في ماس او في سست فتعرف ان البروستات او ممكن يكون فيهم مشاكل طيب بتاعهم بقى في حاجة اسمها او 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 اسست فرتلزاشن يعني ايه يعني عن طريق ان احنا ساعدناه سبسيفك سيرابي ده اللي هو انا حتدت مسلا ان عنده مسلا في المفترض عنده انتباضيز 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 فبنديل له النزلون وهو كورتيكسترويد يساعد الموضوع ده عنده مسلا جينيكال انفكشن يبقى نديلو انتباتيك عنده مسلا هيبر برولاكتنانيم يبقى نديلو بروموكريبت تمام الامبيريكال سيرب ده بقى من الدي امتى ده من الدي اما يكون فيه مش عارفين الكوز فايه اللي يستيم فاحنا مش عارفين كوز فاحنا مندي مسلا الانتو استروجين زي كولما فين ستريل بنتدي اندروجين زي ايه الميسترولو بنتدي جونادوتروبينز القتل لكم الحتة دي الكرام الداشت ده مش مهمة خلص المهم اه في ذلك الحتاء دي فيه تلات حاجات فيه حاجة اسماها انسيميottleو وإيه? طيب. إيه اللي ها ده بناخد السمن ده الراجل كويس. خلاص الحمد لله الراجل كويس بناخد السمن نحطه في الفجينا او في السيرفكس. بناخده نحطه في اللي هو أو بنعمل دي شرح تقفل المحاضرة اللي فاتت كانت يعني ايه? مش بياخد مسلا سمن بيحطه البريتونيوم. لا. ده عن طريق البريتونيوم. او ده اللي هي بنحط ايه بنحط فيه هسي. طيب ايه هي دي قلنا اللي هي اللي هو جمية بناخد الجمية ده ود بنحطه في ايه? في او بناخد ازاي كدزة نفسه بنحطه في او ده اللي هو اطفال الانبيب وهكزا. تمام? الانترست ولازمك سبيرم انجيكشن بقى دي اخير حاجة معنا. دي احنا بناخد سنجل سبيرم بنحطه ايه? في الاوفا. تمام? طيب دي اه بتحصل يعني غالبا بعد ما بنعمل هرمون الاندوكشن ايه? تمام? اه وناخدها خارج الجسم اوتسايد دباضي. فانت تعرف لو جاب لك مثلا اي سي اس او اه اكير اوتسايد ولا انسايد دباضي اوتسايد دباضي اوتسايد دباضي. طيب اه بيقول لك ان الاقصايد دي بناخدها ان هي الاوفا دي بناخدها بنعمل لها بيرس بناخرمها ونحطه جواه ايه? طيب بعد كده بنتبعها كزا يوم عشان ايه? بعد كده لو الحمد لله فيه وتمام احما بيكونوا عاملوا لكزا ايج فبيحفظوا الايج دي ايه? لو احتاجناه. وقال لك ان الريد بتاعها كويس جدا ان هي من خمسة وعشرين تلاتين في المية بيرس تريد الحمد اللي ايه. تمام? وبس اعتبر كده خلصنا المراجعة. رب تكونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.